لقى لي أوكلاند المطش ده على الورق زي ما قلت في المقدمة سهل في الملعب المفروض يبقى سهل صحيح إيه اللي سهل المطش ده؟ خلينا نقول بس مين أوكلاند أوكلاند فريق أوبطل قرية أوكيانوسيا بعد خروج الأستراليا من الاتحاد الأوكيانوسيا وبقية كرويا يعني وبيلعب مع الاتحاد الأسيوي بقيت كل البطولات القرية محسومة لممثل نيوزلندا النادي الحديث التكوين يعني يتعامل في 2004 خد عشر بطولات قرية يعني فضعف المنافسة يعني أي أرقام كبيرة محققها أوكلاند وبسبب ضعف المنافسة هناك لأن معظم الدول اللي بتلعبها جزر وأوكلاند هو المسيطرة على كل شيء أوكلاند عنده مدرب أسباني تبع للتجربة لأنه أفضل إنجاز عمله أوكلاند كان احتلاله المركز الثالث وكان معه مدرب أسباني وكان المساعد بتاعه هو المدرب الأسباني الحالي لأوكلاند أوكلاند المدرب بتاعه هو مدرب بخريج برشلونة ابن المقاطعة زي ما بيقوله ودرب فرق مقاطعات كتير في برشلونة وبعدين تدرج ووصل أنه بقى مدير فني الرجل لما نقول برشلونة نقول فلسفة الرجل رغم أنه ده غريب جدا على الكرة النيوزلاندية لأن النيوزلندا وستراليا هم مدرسة إنجلتر المدرسة الكلاسيكية الإنجليزية القديمة اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على الكرات الطولية لكن الرجل مغير الصبغة بتاعة الفريق ده بأنه هو حاطت عليهم الصبغة الإسبانية نوعا ما في التحضير وبناء الهجمة والشكل اللي بيبدأوا فيه أنا حبيت أقولك في البداية قبل ما نتكلم إيه العيوب اللي عند أوكلاند إيه المشاكل اللي عند أوكلاند بعدها أقولك إزاي الأهل يلعب أوكلاند وقولك إيه هم بيهجموا إزاي وإيه المميزات عندهم والعيوب لكن خلينا نعرض أول حاجة هي طريقة اللعب وطريقة التحضير هم بيحضروا إزاي أو بيشتغلوا إزاي عشانا نقلك ليه الحتة بتاعة التحضير الكتير والنقل بتاعة الفاتسافة بتاعة الراجل في الأربعة تلاتة تلاتة وطريقة والطريقة المعتادة بص تحضير كتير جدا جدا مع الاختلاف الفارق ومع اختلاف المستويات والمستوى التنفس اللي بيلعبه فيه نفس طريقة التحضير شوية اللي بيعملها النادي الأهلي المؤجرين ملعب لا لا مؤجرين إيه هتشوف حاجات جميلة دلوقتي لسه ده ملعب جميل ملعب كويس هتشوف حاجات ألطف كتير هتشوف سينما السيارات بعد شوية وهتشوف غبات وشجر وتحس أن انت فيلم أفريكان وبعد شوية ده كده ده ملعب كورة الباقي ملعب تدريب يعني فنفس الطريقة بصوا يعتمدوا على بناء الهجمة والتسلسل والخلة بشكل كبير وبناء الهجمة من الخلف دي الفلسفة اللي الراجل نقلها لهم لأنهم اتنقلوا من المدرسة النيوزلندية للمدرسة والفلسفة دي إزاي تقعد تعمل عملية الخلخلة والنقل لحد ما يبلك الاسباس أو الفراغ اللي هتبتري تشتغل عليه وعملية الترحيل دي الطريقة العامة والفلسفة العامة بتاعة المدير الفني لي أوكلند ده بداية وده الشكل اللي هم بيلعبوا بي فلما تيجي تتكلم بها لأوكلند هتلاقي أنه هم بنقارن إيه بإيه هم زي ما قلنا بطل قاري عشر مرات في رئي حديث التكوين بيكسب كل حاجة هناك دوري بطولات قارية لكن انت هتكرنوا بقى بالنادي الأهلي